وعلى وقع ردود الأفعال وحسابات البيدر المركزي صرح وزير الشؤون الخارجي الإيراني عباس عراقشي بأن بلاده ستبذل مع الحكومة العراقية قصار جهدها من أجل إبعاد المنطقة عن شبح أي كارثة حربية وقال الوزير في تصريح للصحفين فور وصوله إلى بغداد لا نريد الحرب ولا نريد الاستفزازات لكننا على استعداد تام لمواجهتها وتابع بالقول نقدر عاليا مواقف الحكومة العراقية والمرجعية الدينية والشعب العراقي في رفضهم الحرب في غزة ولبنان ومساعهم الداعمة للشعبين فيما يقول مراقبون أن انتقال الوزير الإيراني من بغداد إلى مسقط هدفه توفير قنوات حوار غير مباشرة مع أمريكا لتفادي الخيار العسكرية